وينضم إلينا مباشرة من بغداد أناطق رسمية للعمليات المشتركة العراقية اللواء تحسين الخفاجي اللواء تحسين أرحبك معنا إلى هذه النشرة في البداية كيف تقيم قدرات القوات الأمنية العراقية في الذكرى الخامسة لإعلان هزيمة داعش يعني أولا تحية لكم وشكرا لمشاهدي قناة الحرة على هذه الاستضافة أكيد قدرات القوات الأمنية العراقية فرق شاسع ما بين عام 2014 والآن القوات الأمنية العراقية تملك مرونة عالية تملك تدريب وأداء عالي تملك إمكانيات وقدرات عالية جدا تمكنها من القيام بمهام صعبة جدا وحتى في ظروف جغرافية صعبة وهذا ما أثبتناه من خلال العمليات التي في الأسبوعين الأخيرين التي حثت والتي كانت على سبيل المثال القوات الخاصة العراقية وهي تشتبك مع تنظيم داعش في وادي شاي وفي ظروف صعبة جدا جغرافية وكذلك منطقة جغرافية صعبة لا يوجد تغطية جوية كانت هناك غيوم وكانت أجواء ملبدة بالغيوم ومطر وأيضا كانت في ساعات منتصف الليل حتى الصباح واشتبكت القوات الأمنية العراقية مع تنظيم داعش وقتلت أربعة وتمكنت من الحصول على كثير من المعلومات اليوم احتفالنا بالذكرى الخامسة لتنظيم داعش الحقيقة ودحرنا لهذا التنظيم الإرهابي وحضور القائد العام للقوات المسلحة الاحتفالية المركزية التي أقيمت في قيادة العمليات المشتركة وبعد انتهاء هذه الاحتفالية تقوم القوات الأمنية العراقية بأقل من ساعة من القيام بعملية نوعية بقتل ستة إرهابيين بالتعاون مع الحقيقة المواطنين في تلول الباج وعلى أبطال الفوج الثاني لواء 91 قيارة عمليات صلاح الدين ستة انتحارين اثنان منهم ارهابيين اثنان منهم انتحارين هذا يفسر امكانية وقدرات القوات الأمنية العراقية على الحقيقة قتال تنظيم داعش الإرهابي ولكن نأمل ان تتطور أكثر رغم اعلان النصر منذ خمس سنوات إلى انه حتى الآن توجد عمليات انفرادية لتنظيم داعش ما تزال هناك خلايا في جبال حمرين هذه المنطقة الوعرة وأيضا ما حولها أيضا ما تزال الوضع غير مستتب في سنجار كيف يمكن السيطرة وانهاء هذا التنظيم تماما في العراق طبعا ما تفضلت بي صحيح جدا بأنه خمس سنوات ولكن تنظيم داعش لا زال يمارس عمل الارهابي في عدة مناطق أو في مناطق الحقيقة مهمة في العراق ولكن سوف أجيبك بأنه تنظيم داعش سابقا كان يسيطر على الأرض تنظيم داعش سابقا كانت لديه إمكانيات وقدرات في قتال قواتنا الأمنية وأيضا السيطرة على مساحات شاسعة والعبث من مقدرات وأمن الدولة وكذلك خيراتها الآن تنظيم داعش الإرهابي لا يمتلك الإمكانية على مسك أي أرض لا يمتلك الإمكانية حتى على البقاء في مكان لأكثر من دقائق وفي بعض الأحيان أقل من هذا الوقت ونسبة إلى رد الفعل السريع من قبل قواتنا الأمنية طبعا هذا من جانب من جانب آخر ما تفضلت به في قضاء سنجار سنجار اليوم آمنة سنجار فقط الجيش العراقي موجود هناك ولديه إمكانية وقدرة على حفظ الأمن وعودة العوائل إلى سنجار ولكن هناك بعض الأمور التي ليست من اختصاص القوات الأمنية وهي أمور خاصة بتقديم الخدمات أمور خاصة بوجود مدير لقائم مقام سنجار هذه الأمور الحقيقة القوات الأمنية ليست مسؤولة عنها القوات الأمنية مسؤوليتها هو توفير الأمن توفير الأمان تسهيل عودة النازحين وهذا فعلا ما تقوم بالقوات الأمنية الآن وأكبر دليل على ذلك ضبطا للحدود العراقية السورية ومنعنا للمتسللين وحتى من يحاول أن يتسلل وضمن إمكانيات وقدرات عالية جدا أيضا بمساعدة التحالف الدولي اللي ساعدنا في إنشاء عدد كبير من الأبراج والكاميرات التي أسمت إسهام كبير في قطع التسلل وكذلك في منع الطريق الناقل ما بين جنوب غرب الموصل باتجاه الحقيقة جنوب غرب كركوك وحتى ديالة وهذا كان يعتبر طريق في البداية طريق ناقل إداري والآن استطعنا من إحكام السيطرة ومنع مثل هذه الحقيقة التنقلات لتنظيم داعش الإرهاب بعد مرور كل هذه السنوات على أعلان النصر هل اختلف دور قوات التحالف الدولي هل هناك خطط مغيرة عما كانت سابقا؟ قوات التحالف الدولي أسمت مع القوات الأمنية العراقية بتحقيق النصر وهذا أتى من خلال تقديم الدعم الجوي وكذلك التسليح والتجهيز وكذلك الدعم في مسألة تقديم المعلومات الاستخبارية والأمنية التحالف الدولي بعد أن تغيرت المهنة المهمة من مهمة قتالية إلى مهمة استشارة لا زالت تقدم العون في مجال الاستخبارات في مجال الاستطلاع في مجال التدريب في مجال التسليح وهذا مكن القوات الأمنية العراقية من أن تتقدم وتسرع في عملية ملاحقة ومطاردة التنظيمات الإرهابية ولذلك عملنا مستمر وعملنا في شراكة مستمرة لما فيه إسهام لإنهاء من تبقى من هذه الجيوب التي لا زالت تمثل خطر بسبب تواجده وبسبب قيامها ببعض العمليات الإرهابية سلاح الجو العراقي هل أصبح متمكنا بحد ذاته أم ما زال يعتمد على دعم التحالف الدولي؟ منذ بداية هذا العام وإلى حد الآن سلاح الجو العراقي هو من يقوم بضربات جوية دقيقة ومدمرة والحقيقة سلاح الجو العراقي لحد هذا اليوم يعني منذ بداية عام وإلى حد هذا اليوم تمكن من قتل ما لا يقل عن 200 إرهابي فقط في سلاح الجو العراقي هذا ناهيك عن القوات الأمنية الأخرى وعدد الإرهابيين اللي تم قتلهم طبعا هذا رقم كبير جدا أغلبهم من الخط الأول لتنظيم داعش وأغلبهم قيادين واستطاع أن يدمر العديد من مراكز القيادة وسيطرة لدى تنظيم داعش وفي أعقد المناطق جغرافية وأصعبها جغرافية وفي مختلف الظروف الجوية سلاح الجو العراقي متطور الآن نأمل أن يزداد هذا التطور في المستقبل من خلال رفضنا بعدد كبير من المقاتلات التي تستطيع إعطاء مرونة عالية لإسلاح الجو العراقي وقوة نارية أكثر أمتنى كثيرا لك على حضور كمانا مباشرة من بغداد الناطق الرسمي للعمليات المشتركة العراقية اللواء تحسين الخفادي شكرا جزيلا لك ترجمة نانسي قنوة